اسلام صعد مصمم الازياء الشهير قرر يجمع لعيبة الاهل والزمالك مع بعض ويعمل سحور بطعم نجوم القرى مش هتصدق اللي حصل مصمم الازياء الشهير اسلام صعد فاجئ الكل وجمع لعيبة الاهل والزمالك مع بعض في سحور واحد ونشر اسلام على حسابه الرسمي منشور وصق فيه تواجد لعيبة الاهل والزمالك منهم احمد سيد زيزو وامام عشور وكمان كهرباء مصطفى فتحين وعلق اسلام على الصور وقال نورتوني والشرفتوني وأظهرت الصور تصرف مسير من محمود كهرباء لعب نادي الأهلي واللي دخل في وصلة رأس احتفالا بالصحور وعمل لهم حفلة خاصة كمان زيزو كان ليه جلسة خاصة مع إمام عشور واتكلموا في كواليس أزمة إمام مع جماهير نادي الزمالك خصوصا أن الاتنين كانوا في نفس الفريق وضعر إمام بعض الإصابة اللي حصلت له في مباراة المنتخب بعض المتابعين بدأوا يتدولوا الصور وقالوا أني ديف فعلا حياة اللعبة هم أصحاب ولا علاقة بينهم ما فيهاش أي مشاكل لكن إحنا اللي بنتعصب ونتحمق ونخسر بعض بسبب الكرة كمان علق البعض مقرنة بين إمام عشور وبين زيزو وقالوا زيزو أحسن لعب في مصر لكن ناس تانية أنصفت إمام عشور وقالت إمام فحتى تانية زيزو وإمام مش بس كانوا سبب في جدل كبير بسبب الصحور لكن كمان بسبب اللي حصل في الأيام اللي فاتت زي مثلا احتفال زيزو في مباراة فيوتشر اللي فاجئ بها الكل وراح لجماهين الزمالك وشورلوم على التشارت بتاعه ورد على كل المزاعم اللي تقالت عن رحيله عن ميت عقبة كمان إمام عشور كان سبب في جدل كبير بسبب تصريحات أمير مرتضى منصور اللي تكلم فيها عن رحيل إمام من الزمالك وقال الجميع يتحدث عن رحيل إمام عشور ولا أحد يتحدث عن كيفية التعاقد معه تعاقدته مع إمام عشور وهو لاعب غير معروف وكان لاعبا لغزل المحلة معارا إلى حرس الحدود وطم ضمه للزمالك لمدة خمس مواسم إمام عشور كان لاعب عادي في الموسم الأول والتاني ولم يتوهج سوى في الموسم الثالث خاصة بعد رحيل فرجاني ساسي مشكلتي في أزمة إمام عشور أني ما كنتش صريح مع الناس لأني بقيت بشيل شيلة مش شيلتي ولو تعملت بنفس منطق بعض الناس ما كنتش شيلت شيلة إمام عشور يتظاهر بأنه أهلوي على رغم من حبه السابق للقلعة البيضاء ولكن كل ده معروف لي لو لاعب بياخد عشر مليون في الزمالك وجاله تلاتين في الأهلي هيبص ليه هيبص الأكل عيشه الحب والانتماء ده للجمهور فقط لكن اللاعبين كل لاعب بيبص على مصلحته وأكل عيشه فيه اللي بيتحرق دمه بس الجمهور كمان نجم الزمالك السابق محمد عبدالله كشف مفاجأة عن إمام عشور وقال صفقة إمام عشور هي بمثابة كنز للنادي الأهلي لسنوات قدمة نظرا لموهبته الكبيرة وصغر سنه إمام عشور يمثل 70% من قوة الفريق الأحمر حاليا ويظهر ذلك واضحا في المباريات ترجمة نانسي قنقر